السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? تعالوا نعمل مع بعض فتة الكوارع. طاجن ورق العنب بالكوارع. وكمان نعمل الشربة الحلوة دي ونشوفها نعملها ازاي بسم الله. بسم الله والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين. عندي كوارع غسلها كويس جدا. اغسليها بالطريقة اللي تعجبك. واللي انت بترتاح فيها. انا غسلها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وعندي كمان بصل وطماطم وورق لورة وحبهان وفلفل اصمر ومعلقة من السكر ورشة بسيطة من جسط الطيب. وعندي طبعا مية مغلية. غلياها علشان اسلق فيها الكوارع. هحط فيها كل البهارات. وهحط فيها البصل والطماطم وورق اللورة. زي ما قلت لكم البهارات ملء اللي هو الفلفل والحبهان ورشة بسيطة من جسط الطيب. واللي انا حطيته ده مش ملح انا حطيت سكر. الملح لسه مش هنحطه دلوقتي. هحط فيها الكوارع بالشكل ده. وانا بعمل الخطوة دي من بالليل. هتديها بقى غلوتين تلاتة على النار. وبعدين اطفي عليها وكمل سواها الصبح. الطريقة دي بتساعد على انها تستويب بسرعة. وبتبقى ما بتاخدش وقت خالص على النار. وبتبقى زي الزبدة زي ما انتم شايفين كده. شربتها شكلها وطعمها كمان حلوي جدا. حطيت لها طبعا الملح وسبتها بقى تغلي غلوتين تلاتة. اول ما دخلت في السوا كده حطيت لها الملح. وهديها بالشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي. اعملوا بقى لايك للفيديو. وسبسكرايب للقناة. وكمان فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طلعت الكوارع بالشكل ده. وجبت نص كوباية من الشربة. وحطيت عليها تلاتة اربع معالي من الصلصة بتاعة الفتة اللي لسه هنعملها مع بعض. وهرش عليها رشة كزبرة ورشة فلفل اصمر وهدخلها الفرن. تاخد اللون ده. وتطلع بقى معي طعم وريحة بصراحة حلوة جدا. اتمنى ان هي تعجبكو لما تجربوها. نيجي بقى علشان نعمل الصلصة بتاعة الفتة عندي كمية كبيرة من التوم. علشان انا هعمل من دي الصلصة وهعمل منها كمان التشرة في الاخر. فزي ما انتو شايفين كده عندي كمية من التوم. حطيت عليهم آآ نص معلقة من الحبان المطحون ونص معلقة فلفل اصمر. وآآ نص معلقة من السكر. وهحطوهم بقى آآ في الكابة. اضربهم كده في الكابة. وبعدين نعمل الصلصة بتاعتنا. جبت حلة وحطيتها على النار. حطيت فيها معلقة سمنة بلدي كده حلوة كبيرة. وطبعا انا فرمت الطوم. شايفين شكله حلو ازاي? فرمت الطوم وعليه كل البهرات اللي قلتلكوا عليها الكزبرة وفلفل. وحطيت عليه رشة من الحبهان. ورشة من السكر. وهقلبهم بقى مع بعض كده شوية لحد ما تاخد اللون الدهب الحلو. ما تحرقهاش عشان ما اتمررش الصلصة بتاعتك. آآ زي ما انتو شايفين كده. هقلب بقى فيها شوية حلوين لحد ما تاخد لون دهب كده رايق. بالشكل ده. وممكن ان انتو تنزلي عليها بالخل. وبعدين تنزلي بالطماطم. انا هنا مش هحط خل علشان انا بحتاج بصراحة الطماطم دي. او انا عاملة منها كمية علشان اوقات بيحتاج منها معلقتين كده لصنية بطاطس. آآ آآ لمسلا صلصة مكارونا ممكن احط عليها معلقتين من الصلصة دي بتبقى حلوة جدا. فمش هحط عليها الخل دلوقتي. انا هحط عليها الطماطم. والخل هحطه على التون في الاخر خالص. زي ما انتو شايفين كده انزلت بالطماطم. هقلبها بقى وحط عليها التوابل. انا حطيت معاها تلات ورقات من اللورة كده يخلي طعمها حلوة ورحتها كمان حلوة. هقلب فيها وبعدين هحط رشة من الملح. ورشة من السكر. ورشة كمان من الفلفل الاصمر. وهحط رشة حبهين. بسيطة جدا صغيرة لاني انا حطى الحاجات دي كلها برضو في الاول. ولكن لازم احط معاها الطماطم اطعمها. تعالوا بقى نعمل مع بعض هنا الورق العنب. عندي آآ بصل. بتقطع مكعبات صغيرة وتماطم مكعبات صغيرة. وطبعا كمان عندي الخضرة. حطيت عليهم ملح وفلفل وحبهين مطحون وكمون وكزبرة. ولو عندك سبع بهرات ممكن ان انت تحطي. هحطي بقى على الكمية اللي انا عاملها هحط تلت تربع كده كوباية كوباية دي صغيرة. تلت تربع كوباية زيت. وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. انا بعمل ورق العنب بالطريقة دي بيبقى حلو جدا. رشة ملح كمان. وعندي بقى هنا آآ يعني عندي صلصة. هحط عليها كده معلقتين تلاتة من الصلصة. وممكن لو عندك تخضيعة محشي عادية جدا ممكن ان انت برضو تحطي. بيبقى طعمه حلو قوي. وهحط بقى عليه الرز. وهقلب الكلام ده. وبعدين هنبتدي ان احنا نحشي ورق العنب. انا طبعا سلقى ورق العنب. كنا سلقنا قبل كده مع بعض وكنت عملت معاكل محشي كتير قبل كده. لو لسه معي وعجبك الفيديو ياريت تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة يعني اشتراك. وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. بالطريقة دي جبتي ورقة العنب وخليتها على الناحية اللي هي بتبقى خشنة. وبعدين ابتديت ان انا احط فيها الحشوة والفها بقى بالطريقة دي واقفلها من اللجناب. علشان الرز ما يطلعش في الحلة. وكمان لازم تقفلي ورقة العنب كويس جدا وتحكميها علشان ما تفتحش منك في الحلة وتعمل رز بقى كتير وينفش كده. لأ اقفليها كويس قوي ولفيها كويس قوي علشان ما ما تفكش منك في الحل. وعلشان كمان المحش بتاعك ما يفكش احنا بعد ما نخلص خالص ونحشيه ونحطه بقى في الطاجن اللي احنا هنحطه فيه هنحط عليه من فوق طبق يحكم الورق العنب علشان ما يفكش منك في الطاجن. بالشكل ده هعمل بقى كل كمية ورق العنب اللي عندي. وهحطهم في الطاجن وهيجي اوريكم بقى انا خلصته وبقى شكله حلو ازاي. شايفين? بالطريقة دي بيتلف بسرعة جدا وسهل جدا وكان طعمه تحفى بشربة الكوارع طبعا. هوريكم دلوقتي احنا خلصنا خلاص. انا خلصت خلاص الطاجن اهو بالشكل ده. هجيب بقى قطع الكوارع الصغيرة دي اللي انا قطعتها وطلعتها علشان اوريها لكم انها استويت. آآ حطها على الطاجن من فوق كده وبعدين هجيب الشربة وهسقي بقى الورق العنب وهحط عليه من فوق معلقة من صلصة الفتة كده على الكوارع من فوق وهحطوهم في الفرن بعد ما اغطيهم طبعا بورق زبدة وورق فويل. هنا بقى العيش بتاع الفتة انا قطعته حطيت عليه معلقة سمنة وبعدين هدخله الفرن ياخد لون ويبقى مقرمش بالشكل ده. وهرش عليه رشة بسيطة جدا من الفلفل الاصمر ورشة كزبرة ورشة من الحبهان المطحون ورشة ملح كمان. ما تستكتروش الملح والفلفل والكلام ده. كل الحاجات دي بحط بكمية بسيطة. علشان اطعم كل الاكلة عندي او كل المكون عندي يبقى متطعم. هنا بقى خلاص خلصنا العيش وطبعا انا كنت عملت الرز. انا الرز عملته معاكو كتير قبل كده فما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. رزة ابيض عادي جدا كل ما في الموضوع ان انا حطيت سمنة على النار وحطيت فيها فص من المستيكة وبعدين نزلت بالرز قلبته شوية وسقيته عادي جدا وسويته بطريقة العادية جدا. وهنا بنعمل طبعا التشة بقى اللي هي بالخل والتوم. التوم ده انا فرمته معاكو. وحطيت عليه كل التوابل اللي انا قلتلكو عليها ملح وفلفل وحبهان. ورشة بسيطة جدا من السكر. خلاص اخد اللون. هشيل بقى منه جزء كده عشان عندي حد بيحبه من غير خل. وهحط على الباقي كمية من الخل بالشكل ده. ويغلو بس مع بعض شوية وبعدين هنزلهم ونبتدي ان احنا نعمل بقى طبق الفتة بتاعتنا. مش قادر اقولكو على جمالها وعلى رحتها. هنا جبت بولة حطيت فيها كمية من الرز تحت خالص كده. اعملي لايك للفيديو لو وصلت معايا لحد هنا وسبسكرايب للقناة يعني اشتراك. وكمان فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اتمنى كل فيديوهات تعجبكو واتمنى ان انا اسمع رأيكو في الكومنتات. زي ما انتو شايفين كده. حطيت طبقة من الرز وضغطت عليها كويس جدا. وبعدين هنزل بقى بكمية العيش اللي انت تحبيها. فيه ناس بتحب تحط العيش كتير وفيه ناس تحب العيش قليل. حط الكمية اللي انت عايزيها. وهرش عليها هرش بقى من التومة بالخل. والكزبرة. شايفين? بالشكل ده. وهجب بقى كمية الرز الباقية. الرز مفلفل وريحته وطعمه جدا. ده بقى اسمه الرز المستكاوي. تحط فيه فص مستكا كده وهو آآ قبل ما تحط الرز تحطيها في السمنة او في الزيت لو انت بتعملي بالزيت. وهيطلع ريحته طحفة وطعمه كمان حلو قوي. خلاص بقى حطيت كمية الرز يعني هضغطه بقى كويس جدا بالشكل ده. وبعدين هجيب الطبق اللي هقدم فيه وهقلبه بالشكل ده. بسم الله شكل شكله حلو من غير لسه بنحط صلصة ولا نحط حاجة شكله حلو جدا. هنا بقى هحط عليها رشة كده من الطاشة اللي احنا عملناها لبلخلي والطوم. ودي اختياري لو انت حابة تحطي انا عندي جزء كده بيحب الطاشة دي يعني بيحبها جدا فانا بقطر منها بصراحة. وهحط بقى كمية الصلصة. بالشكل ده. وهرش عليها كمان من فوق رشة بقى معلقتين كده من الطاشة بتاعة الطوم بالكزبرة. شايفين? الشكل حلو جدا والطعم كمان حلو جدا والريحة ما اقولكوش بقى. هنا بقى حطيت عليها الكوارع بالشكل ده. طبعا الكوارع كنت طلعتها من الفرن. وعندي بقى طبق الشربة الرهيب ده بصوا شايفين يعني مش قادرة اقولكو طعمها كان حلو جدا ولونها شايفين لونها حلو ازاي? اتمنى ان انتو تعملوها وتعجبكو. تعالوا بقى نشوف طاج ورق العنب اخباره ايه? خلاص انا شلت الفويل من عليه وهشيل كمان ورقة الزبدة. وزي ما انتو شايفين كده انا كنت مغطيها بطبق. وهشيل بقى الطبق كده ونشوف. واو. شايفين شكله حلو ازاي? مش قادرة اقولكو بقى اللي تقولولي صبحي كابر ولا غيره. مطبخ مونة الشازلي ما فيش غيره. الورق العنب طحفة. بجد كان طحفة وطعمه حلو قوي. اعمليه بالطريقة زي هيعجبك جدا والكوارع دايبة دوب. وبالفة هنا وشيفة لما تعملوها وتعجبكو. يا رب تعجبكو ان شاء الله. كنت معيكم مونة الشازلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.